طيب عندنا برضو من الاحصائيات اللي بعديها مجموعة السابقة شهيد تسجيل اربعة و سبعة سوري شهيد تسجيل اربعة و عشرين هدف اه المجموعة اكثر اه المجموعة اكثر تهديفا ده لقوة منتخبين بلجيكا وانجلترا بالقط الهجومي اللي موجود في الفرقين مع دعف طبعا بانما انا حقول كلمة زايدات المنتخب التونسي كانت مشاركته كانت الى حد ما ضعيفة وانقن انقذها في اخر مباراة بالفوز على بنما اتنين واحد وكمان المنتخب بنما اول مرة شارك فيه يمكن الاربعة و عشرين هدف منهم بس احداشر هدف مسجلين في بنما كاضعف فقط دفاع موجود في البطولة يعني هما الاضعف احنا يعني هما اتنين و تلاتين واحنا واحد و تلاتين بالزبط بلجيكا اقوى هجوم بتسع اهداف شايف ازاي الاداء الهجومي في المواضيال بشكل عام شايف ازاي طبعا بلجيكا عندنا هازارد عندنا لوكاكو شايف ازاي خط هجوم بلجيكا نمرة واحد اللي ساعد على بلجيكا برضو تسجل تسع اهداف في البطولة او في المجموعة اللي هي المجموعة السابعة اللي وجود تونس ووجود بنما نمرة اتنين خط هجوم المنتخب البلجيكي قوي جدا هازارد لوكاكو ميرتنز لعب نادي نابولي وكمان فيه خط الوسط كراسكو فيتسل دي بروينا موجود كمان معهم مونياه فخط وسط بلجيكا وخط الهجوم تحهم قوي جدا ده اللي ساعدهم في تسجيل الاهداف دي مع وجود بنما وتونس في المجموعة تتوقع الاداء الهجومي لبلجيكا فيها الادوار الاقصائية حيكون شكله ازاي؟ اه انا 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 حاسس كده ان بلجيكا ممكن توصل ادوار متقدمة لان بلجيكا بتقدم مستوات جدا يمكن ده بسبب الخطة طويلة الامد اللي بدأوها سنة الفين واثنين خلق الجيل عظيم يمكن هم ممكن يقررهم الانجاز اللي عملته بالجيكا بلجيكا في كاس العالم في المكسيك 1986 لما حتحصلوا على المركز الرابع ممكن يزعبوا الابعد من كده كمان طيب عندنا كمان رقم مهم جدا تسعة منتخبات تتشارك لقب اضعف هجوم بهدفين يعني قد ممكن يفهم يعني ان مصر وبنوا من المستوات الاضعف في الهجوم صحيح حتى كمان زميلي بيفكرني ان المانيا كمان بهدفين ودي حاجة طبعا بقامة هي دي النقطة السلبية في الموضوع المنتخب الالماني بعظمته وبقوة هجوم المعروف عنها قبل كده في كاس العالم ان السنة دي ما بقدرش يسجل الهدفين فقط ويمكن ده استكمالا للوجه السيء اللي ادارته الكرة الالمانية في المبتلة مباراة ويمكن الهدفين مسجلوهش اللي في مباراة واحدة فقط ودي يمكن اضعف مشاركة في تاريخ المانيا ما حصلتش قبل كده الا في كاس العالم 1938 المقامة في فرنسا لما خاص طلعوا من الدور الاول بعد التعادل مع سويسرا واحد واحد ومباراة مقامة معادة بعد خمسة ايام وخاصروا اربعة اتنين في مفاجأة كبيرة جدا من سويسرا اللي كان بيقودها واحد من اعظم المدربين في تاريخ الكورد الطريقة الدفعية اللي هو كارل رابان مخترعة طريقة الكاتيا ناتشو وكان بيقود المتخب الالماني ساعتها سيبهر بيرجر المدرب التاريخي اللي قدر يفوز معهم بقول بطولة كاس العالم دي معلومة مهمة يعني اول حد اخترع طريقة الدفعية مش الايطالية دي معلومة مغلوطة دائما عند الناس ان دائما لما بيكلموا على الكاتيا ناتشو بيقولوا ان نيوروكو وهلينو هيريلا ارجنتيني اللي كان بيدرب الانتر جراندي انتر في الستينات ولكن كلام ده مصحيح كل الكتب اللي بتتكلم عن تاريخ الكورة الخططية وخاصة كتاب انفيرتك زابيرامد قال ان كارل رابان هو اللي اخترحها في سويسرا وطبقها مع سويسرا في كاس العالم 38